بسم الله الرحمن الرحيم هذه أسهل طريقة للمحافظة على قيام الليل كل يوم في البداية أخي الحبيب يجب أن تعلم أن الله عز وجل مدح من يسهر في الليل ليتفكر ويتدبر ويقوم ويسجد ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى مدحهم كثيرا هؤلاء أمن هو قانت آناء الليل أي أجزاء طويلة من الليل في حالة قنوط أي خشوع وهناك فرق بين القنوط بالتاء وهو الخشوع والقنوط بالطاء وهو اليأس أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما ماذا يفعل يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب للأسف اليوم كثير من الناس يغفل عن هذا الموضوع يغفل عن قول الله تعالى في صفات المتقين أصحاب الجنة أصحاب النعيم الله يقول لهم في حقهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يعني ما ينامون وبالأسحار هم يستغفرون يعني الليل أخي الحبيب يجب أن تفرغه للتفكر بالآخرة النهار فيه المعاش وفيه الضجيج والحركة وكسب الرزق ولكن في الليل أعطي لنفسك مساحة كل يوم من الليل لتفكر بما بعد الموت هذا لمصلحتك أخي الحبيب يعني أنت الآن تهتم الشهادات بالدراسة بالمال ببناء بيت بشراء السيارة بزوجة بعمل بسفر كل هذه عبارة عن متاع الحياة الدنيا لأنك ستتركها وتغادر كل شيء لم يذهب معك إلى قبرك هو حطام الدنيا متاع الدنيا والله تعالى يقول قلت المتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى فإذا لا تنسى نفسك يعني للأسف يعني والله حالة يرثى لها تجد أن الإنسان يعمل ويعمل ويعمل حتى يصل آخر الليل منهك متعب مباشرة ينام أو يلهو قليلا عبر مواقع الإنترنت أو يلهو قليلا مع أصحابه في حديث فارغ لا يفيده شيئاً أمام الله يوم القيامة ثم يغرق في نومه لليوم التالي وهكذا فإذا هذا الإنسان أول شيء ظلم نفسه قصر في حق نفسه هذا الإنسان سيتحسر على نفسه لحظة الموت لذلك هنا أخي الحبيب أبسط طريقة تعينك على قيام الليل أن تدرك أهمية هذه الساعات في الليل أن تدرك وتتأمل وتتدبر هذه الآية الكريمة قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أين وردت هذه الآية؟ في سورة الزمر أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هذا مدح عظيم جداً يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات إنما يخشى الله من عباده العلماء إذا أردت أن تكون من العلماء يجب أن تقوم الليل هناك حديث عجيب جداً أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل وللأسف بعض المشككين شكك بهذا الحديث وقالوا الأرض قروية وتدور كل 24 ساعة فكيف ينزل في مكان ثم بعد الساعة ينزل في مكان آخر ثم وأنتم تقولون الله في السماء إلى آخره حقيقة هؤلاء لم يفهموا معنى هذا الحديث أو هذا الكلام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول لك أينما كنت على هذا الكوكب عندما يكون ثلثك الأخير من الليل يعني عندما يخيم عليك الليل قبيل الفجر بساعة مثلاً أو ساعتين هذا الثلث الأخير من الليل فإن الله قريب منك بعلمه ورحمته ورضوانه سوف يجيب سؤالك سوف هو يسألك الملك يسألك انظر كم أنت إنسان ضعيف وفقير وانظر إلى الملك الجبار سبحانه وتعالى كم هو رحيم هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له هل 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 وهذا الأمر كل ليلة لذلك أنا عندما أشعر أن الله قريب مني طبعاً هؤلاء نظروا وكأن الله عبارة عن جسم يعني ينتقل مكان لآخر حاشة الله في كل مكان أيها الأحبة وهو معكم أينما كنتم في الليل والنهار أصلاً ولكن يتجلى الملك على عباده في هذه البقعة من الأرض خلال هذا الثلث الأخير من الليل وبالتالي أرادك النبي أن تشعر بقرب الله منك ولكن أنت إذا أردت أن تفكر أن الله كائن حي مثلك تعالى الله عن ذلك أنه إذا نزل في مكان يعني تصور غريب جداً يعني لدى البعض الله أصلاً الكون كله أخي الحبيب أقل من ذرة بالنسبة لله والله ليس جسم مثلنا ليس كائن حي وليس جسم مادة وليسنا ليس كمثله شيء أنا عندما أخبرني النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يتجلى في الثلث الأخير من الليل أنا فهمت من هذا الحديث أن رحمة الله تكون قريبة أقرب ما يمكن في هذا التوقيت وقت السحر الله يستجيب الدعاء في هذا الوقت وهو يسمعني في كل وقت لذلك أخي الحبيب هذه الساعة قبيل الفجر مهمة جداً يعني أنت أنت أنظر معي سأعطيك مثال إذا أخبرك أحد أن هناك مسؤول كبير سيحل كل مشاكلك سيأتيك الساعة الثالثة فجراً قبيل الفجر بساعة مثلاً ثم حان موعد نومك هل تذهب إلى النوم وتنسى هذا الموعد المهم الذي سيغير حياتك يجب أن تعلم أخي الحبيب أن الله يتجلى في الليل والله اختار الليل لأنه هدوء وسكون وخاطب النبي في أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قال له قم الليل إلا قليلاً أول أمر نزل على النبي في سورة مزمل عندما قال زملوني زملوني يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً أول أمر في الإسلام نزل قم الليل إلا قليلاً هو قيام الليل مع العالم أن الصلاة لم تكن قد فرضت ولا الزكاة ولا ولا الحج ولا الصيام أمره بقيام الليل ليقول لك إن هذا الأمر مهم جداً جداً ومن الخطأ الكبير أن تغفل عنه قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أوزد عليه ورتل القرآن ترتيل إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلة إن ناشئة الليل هي أشد وطأاً وأقوى مقيلاً تدبر القرآن في الليل أقوى مقيلاً وأكثر فهماً بالنسبة لمن يتدبر في الليل وبالتالي أخي الحبيب لا أريد أن أطيل عليك أسهل طريقة لقيام الليل هي أن تدرك وتعتقد أن الله يتجلى في الليل يقترب منك هو قريب ولكن في الليل أريدك أن تتصور أن الله عز وجل يكون قريباً جداً منك كل ليلة فلا تضيع هذه الساعات من عمرك في كلام فارغ لا تضيع فترة الليل في اللهو والعبث والأغاني والمسلسلات وغير ذلك لأن كل هذا لن ينفعك أمام الله يعني والله أحدنا أيها الأحبة يخجل إذا جاءه ضيف ثم انشغل عنه تخيل أنت إذا جاءك ضيف وجلس ثم انشغلت عنه بالموبايل مثلاً وبدأت تتابع يعتبر عيباً في حقك هذا الكلام طيب كيف والملك عز وجل ينزل كل ليلة ليقول لك هل من سائل فأعطيه فإذن أخي الحبيب يجب أن تفكر جيداً أن قيام الليل مهم جداً هو تقريباً أول أمر نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة والصيام وغير ذلك وتعلم أن قيام الليل لا يعني مجرد الصلاة الصلاة هي جزء من قيام الليل ولكن قيام الليل فيه تدبر للقرآن فيه محاولة لفهم أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا جزء من قيام الليل قيام الليل فيه تفكر في خلق الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل يخرج ثم ينظر في السماء ويقول في الليل هذا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار كان يستعيذ بالله من شر النار كل ليلة هذا الكلام لذلك أخي الحبيب أرجو أن تحرص على أن لا تحرم نفسك كل يوم ولو ساعة من تدبر القرآن تدبر آية أن تساهم في نشر علم نافع دعوة إلى الله أهم عمل يمكن أن تعمله في الليل هو الدعوة إلى الله أن تدعو إلى الله واليوم الوسائل الميسرة مقطع فيديو فيه معلومة نافعة فيه معجزة قرآنية فيه تفسير لآية قرآنية فيه حديث نبوي الصورة عليها حديث نبوي أرسلها لمن تعرف أو من لا تعرف هذه دعوة إلى الله هذا قيام ليل بل من أعلى أنواع قيام الليل على فكرة من أعلى الأعمال هو الدعوة إلى الله لأن الله تعالى يقول ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله أحسن ما تتكلم به ما تقول الدعوة إلى الله نسأل الله عز وجل أن يعيننا ويذكرنا دائماً بقيام الليل وأن يرضى عنا وعنكم جميعاً إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق